الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومعلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يزا الله خيرا الشيخ على ما قدم وأسأل الله بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر أقوالا ومنها أن من معنى السلم أي الإسلام فالواجب على العبد أن يأخذ الإسلام بجميع جزئياته وبجميع جوانبه وابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه وأن الله أمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه وذلك في أحاديث منها ما خرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أربعة أمور عشان تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لابد تتبع في أربعة أمور الأمر الأول أن تتبعه في العقيدة في عقيدته صلى الله عليه وآله وسلم وذا الحمد لله الناس الآن الإخوة ولله الحمد يجتهدون في هذا الأمر وهذا يحمدون عليه أو يمدحون عليه ونسأل الله لنا ولهم الثبات على ذلك لمسألة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة إذا سألت فاسأل له وإذا استعانت فاستعم بالله وقبل يحفظ الله يحفظ يحفظ الله تجده تجاهك وفي مسألة علم الغيب إن النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد أن غير الله لا يعلم الغيب كما أمره ربه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون إلى آخره فعقيدة كلها تتابع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وتبلغ وتنشر تمشي مسجد تتكلم في العقيدة في التوحيد صيوان بتاع عرز تتكلم في العقيدة والتوحيد الناس قاعدة طبعا في الصينية بكونوا ملمومين في ناس هم تماني انفار يمكن ستة يكونوا مخالفين عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام اتنين بس معاك واحد والتقاعد والكرسي بتاعك ذاته معصور قرب من محل الموية والكشف في غادي كشف باطل إلا أن يشاء ربي شيئا المهم لغبة كثيرة فإنت كون تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في العقيدة برضو تدعو الناس لها تبين له الناس خاشة في الضلعة اتفقوا التمانية انفار في الضلعة اتفقوا فيها فيها اشياء مختلفين فيها الناس في اللاكل بيختلفوا واحد عنده سكري بخدته الباصطة بزيح بعيد ها التمانية ما اختلفوا ولكن تم خالف هل عنده سكري إذا خالفنا ولا ما يأكل معانا في دي لا ما عنده سكري خلاص نحن في شيء أعظم من السكري إذا نتكلم فيه حتى لو التمانية دي للسابعة اختلفوا المهم مسألة العقيدة الأمر الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته رسول عليه الصلاة والسلام باختصار تتبع في العبادة طبعا فيه جوانب كثيرة الكيفية والجنس والكلام كثير جدا لكن هذا نختصر لك لأن الزمن تتبع في العبادة باختصار فيه أمر الأمر الأول في العبادة في أصلها وكيفيتها وضد البدع البدع تبعد من البدع وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا تعبد الله بعبادة إلا بعبادة عبد بها ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر الناس بها اتنين في الاجتهاد في العبادة رسول عليه الصلاة والسلام كان مجتهد في العبادة يقوم الليل حتى تتفطر شنو قدمه في واحد مرة سوى لقاء زمان قال الوقت ذاك نحن طبعا كلنا كلنا أنصار سنة ولا الشغل ما أشعر هاي قال أنا ما ذاير أنصار سنة كرعيم وشققات الزيدة فهم ده يعني شنو يعني نعمات وكذي قال لأنه شنو نعمات لأنه في ناساً مظهر وكذي وكلامه ذا من جانب قد يكون فيه نوع من اليناء لكن مع السوق والشغل والسودان الشغل الذي مبتج كرعيم وشققات والراد بتضربهم بالشقد ذاته بجرح لزور ركشة ولا غير فلذلك كنت أعارف إنو شنو تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة وتتبعه صلى الله عليه وسلم في أصلها وكيفيتها وتتبعه في الاجتهاد في العبادة يكون عندك اجتهاد من العبادة تقرأ جزعين تستغفر تسبح المهم تجتهد في عبادة الله تعالى ثلاثة اتباعه صلى الله عليه وسلم وأنا جايك نمر أربعة عندها علاقة بالموضوع ثلاثة تتبعه صلى الله عليه وسلم في المعاملات معاملات البيع والشراء تراعي فيها الأحكام الشرعية تتبعه صلى الله عليه وسلم في المعاملات مع الجيران مع الأهل مع الأرحام إلى آخره أربعة وآخيراً تتبعه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه رسول عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنه لخصة الأمر قالت وكان خلقه القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام دار تعرف أخلاقه مع السيرة تقرأ القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم قال الحسن البصري وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم لأن ابن كثير رحمه الله الآية تتكلم فيها كثير قال فبما قال الباء هنا من المعاني أنها سببية يعني بسبب رحمة الله بك وفقك إلى أن تلين لهم وبعض العلماء قالوا فبما رحمة من الله لنت لهم أي أنك صلى الله عليه وسلم رحيم أنت في نفسك شنو رحيم عشان كذب قيت رحيم شاكير الرسول عليه الصلاة والسلام حديث حسن الألباني قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم إلى آخر الحديث فانت تكون شنو أخلاق زي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ذو الكبير سويت نصيحة وقفت في الجامع عملت نصيحة في ثلاثة بهيجه واحد أخو مسلم وسط اتنين واحد عمك عجوز شاي اللي سبحة برضه ده بهيج وهابي واحد تالت شاب صغير ما فاهم شيء الشاب ده بكون لاب في ساي ما فاهم شيء زعلان برضه بهيج الشاب ده اللي قيته في ظلمة تصرف معاه لكن بأسلوب برضه كويس عمك العجوز وما بغضب لنفسه والزول ده فعلاً عنده رسالة داري وصله للناس الزولة الوسط ده الأخو المسلم ده ده في النهاية التوحيد ده براه بطرده وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورها في سورة الإسراء وذيك التانية وإذا ذكر الله وحده شمأزت سورة الزمر شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فالمهم إن تمشي مسجد تلقى زول كبير احترموا حتى لو شتمت حتى لو جاب باطل مت جاب باطل رد الباطل لكن رده بأسلوب طير لا يا حاج بس كذي إنت أديني فرصة زي ما إنت أتكلم إنت أديني فرصة أنا أرد لا لا ما أبديك فرصة وإنت ما تتكلم كذي يا حاج كذي أصبر لي شوية واو كذي لحد ما في النهاية أنت تبين له والحق كان فيه خير بيرجع وكان ما فيه خير في النهاية أنت بيّنت له وده بكون قرّب يموت وهو كبير ده بموت بعد ذلك أنت بتجي المسجد بترتاح في النهاية تكون عجّز لفارق الدنيا كذلك من أخلاقي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو يعفو عن من ظلمه أنت الزولة البسي إليك ده قد ترد الإساءة وأحياناً رد الإساءة أفضل بل قد يجب أحياناً إذا فيه إذا عدم الرد فيه إبطال للحق وإظهار للباطل بحال زيديد تشنؤ وأجب عليك ترد فنرجع مرة أخرى كان صلى الله عليه وسلم يعفو كان بيعفو فإن تأحياناً للعفو قد يكون فيه مضرّ لكن الأصل إنك تعفو عندك أجر كما قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله لكن لمن يكون فيه مضرّ بن عثيمين قال فمن عفى وأصلح إذا العفو فيه إصلاح أعفو لو ما فيه إصلاح وفيه ضرر أنت في حالة زيديد ما تعفو زي زول مجرم بهذا الناس وإنت أزاك تفتح في بلاغ بمسكو وبأدبو وبعد أدبو ثاني بكيف أزاو عن غيرك عن غيرك في حالة زيديد ما تعفو ده الأفضل بعد ذاك في ناس تعفو عنه ده الأصل تعفو خاصة الزولة اللي بيسي إليك في شخصك وخاصة إحنا شفتني إحنا الآن بنتكلم في التوحيد وفي السنة الله يتقبل وإنت بتمثل المنهج ده إذا دعوت إليه بحق وبصدق وفي مكان قد ما يكون فيه غيرك زول بيتكلم فبسيئولك كثير ناس بتجي ماشي أسيان أقبل شغال في مخزن واحد قال ليه الدقن ده وفي غرار طلع الرئيس والرئيس لا طلع وليش قال ليه زول عنده دقن الغرار ده حكم عليه أنه يوده عمر قلت ليه أخذ قلت ليه ما ظريفة معانا ذاته قلت ليه ها وحوتة كيف هو بيزمع على الحوت قلت ليه وحوتة كيف لا قال ليه ما غايته قلت ليه زول جا واحد قال ليه دي سنة قال ليه تبتعرف السنة قلت ليه خلاسا ها خلي سنة وما سنة هي سنة هو واجبة في السنة وذاته واجبة اللسد عنده دقن ولا اللبوة الرجال ساي أسدسد بس ساي اللسد ولا اللبوة سكد عائل ليكدي مشيت ثاني جبت ليه كرتونا ثاني سكد الحمد لله قال لي ذالك كنت شنو دا أسأله كنت في شخصك ما بتهيج فيه وينه دقن كنت وانت زي كدي وانت زي كدي لكن في النهادة ما أسلوبه بقبل بالدعوة وفي نفس الوقت بينفر وبكون غضب للنفس انت في النهادة بين لين نددين ومع الدين زات فيها رجولة فيها رجولة مع الدين بعد ذاك بيستفيد زافيه خير إن شاء الله بيستفيد فأنت تعفو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو يأتي لعرابي كما ذكر أنس رضي الله عنه فيجبذ النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس قطيفة غليظة فيجبذه من عنقه إلى أن يؤثر الثوب في عنقه صلى الله عليه وسلم ويقول أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك هو برا الجر دبس أعطني من مال الله وكون جاري ما برا حار أعطني من مال الله وجاري إذا ما تكلم لكن قال له ولا من مالك ولا من مال أبيك فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء وتبسم في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم عشان كذلك بعض العلماء قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ودي فائدة وخذة أنا يمكن كلامي يكون متكرر مع كلام الشيخ وكذب لأنه أنا في كلام كثير ما حضرت وكذب لكن في النهاية انت دي فائدة وخذة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في قوم وفي أناس فدعاهم فكان الناس على قسمين قسم أقام عليهم الحجة حتى دخلوا النار على بصير كأبي جهل وأبي لهب إلى آخر ديل ورّونا الحق لحد ما النار دخلوه بعدين عارفين بعدين بعد يخشوا النار عارفين نفسهم بيستحقوا النار بعد يجي يخشوا بعدين أليس هذا بالحق ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا وهناك ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فالقسم الأول دي لقام علينا الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول القسم الثاني ديل أخذ بأيديهم وأصابتهم رحمته صلى الله عليه وسلم ورحمته من ربه جل وعلا حتى نجوا بفضل الله ثم بدعوته صلى الله عليه وسلم لكن الفائد وين أنه كان حريصا على نجاة الناس أكثر من حرصي على إقامة الحجة عليه الفائدة مهمة جدا أنت كذول داعية تعرفة وكذول مسلم أن الناس القدامك ديل في زولة بتناخشوا في السوق ولا في جامعة ولا في غيرها بيكون راس في الضلال بتناخشوا وإنت ما قصدك هو قصدك الناس شنو البسمعوا ديل وإنت عارف الزولة ما بيختنع إلا الله يقذب في قلبه الهداية في النهاية لكن إنت قصدك شنو النازل وإنت في قصدك داع همك إنه النازل استقيم أكثر من همك إنه شنو آية الزولة تقيم على الحجة وإنت داع تفحم وتبين الحق وفي النهاية ديل استقيم لكن إنت بتحرص على إنه ديل استقيم يعرف الحق أكثر من إنك تحرص على إنه داك شنو تقيم على الحجة مع إنه إنت تحرص على إقامة الحجة لأنه إقامة الحج من الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى ولولا أنه يحبها لما أرسل الرسل من أجلها ومن أجل هداية الناس من قبل فلذلك ادت دي مسألة كذلك من صفاته صلى الله عليه وسلم الحلم كان يحلم بمن يدعو بهؤلاء المدعوين وكان صلى الله عليه وسلم يحلم بغيرهم صلى الله عليه وسلم ومن صفاته الكرم ودي بتلقى كثيرة بتظهر في الأسفر الناس قاعدة تسافر رحل وغير زول بيكون في جيب وقروش أنت من الصفات الطيبة من الأخلاق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنك تنفق تنفق ماشي في الطريق تنفق صاحبك ساي مشيت محل بتاع عشا عندك قروش حتى لو غنيان أنت عندك قروش أدفع له يا أيها الناس أطعموا الطعام واصلوا لأرحام وصلوا بالليل وقبله أيها الناس أفشوا السلام إلى أن قال وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام بل سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق والنوع رحمه الله أورد هذا الحديث في كلامه عن الأخلاق والحديث لا نتقوى الله تصلح بين العبد وربه وحسن الخلق يصلح الذي بين العبد وبين شنو وبين الناس شكي أهل النار قال الله عنهم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني الله قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه السبب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أزول من موحد ولا مؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زول مشرك بالله أفسد الذي بينه وبين الله ولا يحض على طعام المسكين السعد رحمه الله قال إذا كان المسكين الذي هو من أولى الناس بالشفقة أو هو أولى الناس بالشفقة المسكين واليتيم إلى آخره هذا لا يحسن إليه فكيف يحسن إلى غيره ما الزلد أخلاقه سيئة لأنك تتجمع الدين كله مش بس تقول توحيد ورجم وردم تمام تتكلم في التوحيد وفي السنة لكن يا ناس المعامة الأخلاق خاصة بين الناس بين البيئة المستقيمة يا أخي ناس حولك ديل ممكن كلمة طبعا الشيطان يدخل على الناس بمداخل كثيرة يقول ليه أخذ هزل ساي وما بشيل شي شوف أنا داردك فايدة بتاين البنكو ديل بتاين البنكو والمنحرفين والمنحرفون ديل بتنابزوا ما في واحد بالتفت ليه نبز التاني في الغالب ينبز له والدته عديل في النبز في الهزل يذكر له عرضه عديل تلقاه يضحك وكان زايدار يزعل ولا يغير الشيطان يقول ليه أخذ ما فردتك ياه معقولة قاصدة ما كلمة ساي قالوا بتشربوا سوا تمشوا الحفلة لما انت دور شكله بشيل معاك الكرسي بشاكل الناس تلقى متكيف ده صاحبه في البنكو والشيطان بيحرص إنه أصل النازل ما يتفارقه بيحرص كذي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم معاهم في الباطل متكيف جدا ويحرص لكن تعالي اتزول الحق ده ما لما تلاقيه تخش معاه في قروب أنا ما بعرفه القروبات لكن ودى الناير ده مرات شوفت فيه موبايل وحاجة إذا بتخش معاه في القروب ده برسلك رسالة قال ابن القيم ثلاث ها ثلاث ده فها فوايد ده بيديك فوايد تقول قال إبراهيم الخواص خمسة أشياء كذي وقال فلان وديك آية وديك حديث ده بتستفيد منه ده كلمة بسيطة تلقاه الشيطان بيحاول شنو يولي عباء النار شكاية الله قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان شنو ينزغ بينهم نزغ شغال نزغ يا أخي نجيت صاري ساي بس عندك شكله في البيت المرأة ولا كذي جيت صاري بس وشافك صاري ولا سلمت عليه وإنت مهموم سلام بارد ولا جيت في محل ومشيت وما سلمت شيطان يجي ويقول لك آها شفت خاصة في الزمن ده الزمن ده يا ناس الطواف كترت أسي زول ينغاب شوية الجماعة بلاوزوا يقولوا أوك الجماعة ساقو يا زول ساقو شنو الزول قاعد معاك قاعد معاك والله أخوك كذي ما فيش فالإذا قلت شنو ما الشيطان بيخوش ولا ما بخوش يا ناس بيخوش الناس دي كلمة بسيطة والله يدخل بين الناس يت ذاتك تتحير ذاته ولك الزول لا ما بينفع معاي وفي ناس شغالين بالنفسيات ساي ولك أنا فلان ده مما شفت كذي ما نفع معاي لي عشانا غبش جمين السوم يعني ما بينفع معك ناس عشان كذي شنو الناس سراعي في أخلاك كثير الناس الصدق والأمانة وغير لكن المتحدثون كثر أقدم أخونا شعب ولا شيخ مزمل أقدم من بعدي جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا من أجورهم شيئا